السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة رواق ومتسنيم اليوم سنقدمه حلوة سهلة كثيرا لا يوجد زيت لا يوجد بيض سهلة سهلة في المقادر زبدة المالغارين واحتصاشين ياغورت قبيصة الملحة الطحين على حسب الخالط الطحين غربلته بالنسبة البنات الحشوة المربة المربة يعني المربة الجارية لكي يكون عاقد لكي يكون فيها الطريفات وبالنسبة للتفناد سنحتاج سقار غلاسي سنبدأ على بركة الله سنأخذ الزبدة مالغارين لكي تسهل علي المأمورية كنحكها في الحكاكة في الجهة الغليضة هاكة البنات ما كتاخدش معنا وقت بصوص قد الحليوة البنات كتجي غزالة ما نقول لكم شاء البنات والله انتم ما كتشوفوا المقادر دية ولا قلال ولكن كنرى كتجي الرواع 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 غدي نضيف هنا يا لدينا بصوص لدينا بصوص لدينا لدينا ثانيا لدينا مجرد الزبدة مجرد اشتركوا في الجهة مجرد كنتي في الجهة غدري تضيف الزبدة يوغورت دي الفاني من بعد غذي نضيف وحشي شوية نتاع الطعين لانني انا ديجا حقيت هنا الزبدة وهاني نجمع الخالط ديالي من بعد ما نضفت واحد القبيصة ديال الملحة وانا كنت لك بيدي ويا كتبالي انا الزبدة واش كات ما زال واش محتاجة اناني نضيف لها الطعين او لا المهم كتبقى على حسب الزبدة من بعد ما جمعتنا هنا يلا العجين شكلت واحد جوش كويرات ما تكون شاي تقصح بزاف وما تكونش مرخوفة العجينة البنات ما كتحتاش انها ترتاح بزاف ولا يعني بغينا نخليها ترتاح وحش شوية نخليها ما بغيناش نخدمها سور بلاس هذا كنت قلت لكم في اللولة البنات كتتوجد في الساعة يعني ما كتاخدش معنا وقت وسهلة انا غادي نخوي مكان العمل وانا طلقت هنا ايا يعني ما كان حتى جوش تل انا لا نستعملو بلاستيك او لا شي حاجة صفي انا رشيت سطح العمل بالطحين وطلقت العجين ديالي بعد ما طلقتها مزيان وتكون شوية رقيقة اخديت هاد القطعة هادي واللي ما عندوش هاد القطعة ممكن يستعمل كاس كبير قطعة به ايه افوا ندخلوه اخشو داك الرس ديالي الكاس او القطعة فتحين بشجينة سهلة وانا طلقته بعد ما كملت هنا اياه عادي نعمر بالكون فيتير او الموربا وندير غيشي شوية البنات ما تديروش بزاف لان هومنك يدخلوه فرن كي سلحنين اذاك الكون فيتير مع السخونية يستعمل مربع لكي يكون عاقد سوف ينشتهم بطريقة عادية من الجوانب باش ما يخرج لناش الكون فيتور ونبقى هاكا مستمره حتى نسلي حلوة دي كاملة نتمنى ان اقوم بتجربوها لبنات راكي تجربوها انا نبعد مساليت هادي ندخلها الفران بعد ما دخلتها اي طابة البنات سنتما وخاكا نسدوها ونحاولو يعني ضروري كتك يخرج لنا دا كالكون فيتور مع ها درجة ديال الحرارة ديال ديال الفران صافي ونفندو ما قف سقر غلاسي ما حدوهم سخان باش يشد فيهم السقر نحاول انا نخليهم شي شوية قف سقر غلاسي وها الحلوة ديالنا تباق الله كجيزوينه وبنينه خاصة غيشي كويس ديال اتي وماشاء الله ما نقول لكم شالبنات نتمنى انكم تجربوها ونمتيق قناة اللي جربتوها عادي تعجبكم بساف ما تنساوش تديرو اللايك والاشتراك وشكرا بزاف وانا عادي نقسم واحد الوحيدة باش نورديكم الشكل ديالها كي يجي من الداخل كتجيب حل البطفوية دي انتوما البنات كتجيزوينه من الداخل طالما تقديراك يجير روعة روعة كنتمنى انها تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة